المترجمات لك مبادل معيك شو ستو هاد كل يوم والتاني بنتطلي لهون باينتو ابن نعم هي حصر علي امت بتك تحسي فيه اليوم آخر فرصة لعريك يا هيك يا هيك مرحبا ريحا عم قل لك مرحبة المرحبة انقطعت بيناتنا من زمان ما انقطعشين كله بيتصلح هلينكسر ما بيتصلح ايو انا جاي لصلحه انت حكيت مياه الموبايل وقلتلك انا مستحيل ارجعلك بقى احميل حالك وامشي ما رح اامشي ابما تسمعيني شاكر هذا محل شغل اي طيب اطلعي معي نحكي برا لا رح اطلع معك ولا رح احكي معك يا حبيب تطلعي معي من تم ساكيت يا بعملك فضيحة بالمحل وخليكي فرجعه تجعليني سكران كمان طلعيني معي بلتي هي احسان رح اعدى ثلاثة واذا ما بتطلعي بنتي كسر المحل كله على راسي واحد بعد بعد سعاد عدي محل على الكيس هاي طلعت خير وطي صوتك ولا فضعية لكن تش بدك مني ما حشتك اللي عملته فيني اذا بدك تكونها عصبية ما رح نفهم لاش مين قالك اني انا بدي اتفاهم معك نحنا اطلقنا وخلاص افهمنا بقى تليفونات ممكن اتحملها كمان تجي عمحل شغلي اي لو بتستقبلونا عندكم بالبيت كنت ايجيت وبست ايدك ويد امك وابوك واعتذرك والله لو شعلتلي العشرة نحنا اطلقنا وخلاص انت اللي طلبتي الطلاق بعدين انا وقت وافقت وطلقتك كنت سكران مو دريان باللي عم يصير حواليه وكيلك الله يا ريحاب بعد مرتبت من الصدمة ومعت تعرف الليل من النهار المهم انا صرت اعرف الليل من النهار ريحاب بتعطي قديش بحبيك قديش قاتلت الدنيا كلها اللي اخدتك اي وخبيت عني انك بتشتغل يوم بتقعد عالطال عشرة لك بالاربع تشهر اللي عشناه مع بعض اشتغلت اسبوع على بعضه كان جسمي تعبان طبعا وقت اللي بدك تشرب صبح وظهر ومسا وصبح وظهر ومسا اي بده يتعب جسمك وعقلك كمان اي وليكني هلأ من جانك بطلت المشروب صلي خمسة ايام ما دقتوه هذا معناتو انو خلص خلصت منو وانا خلصت منك انت شوف حياتك وانا بشوف حياتي لك بس انا تغيرت رح عطيني فرصة وجربيني ايزا لك انا ما عد بدي اياك لو طوبتلي الدنيا كلها يعني مصرّة تزليني مصرّة انتقمي مني انت عبتزل حالك انا رايح على المحل تعرفي اذا ما رجعتيلي المرح خليك تتهني بعيشتك رح ضل زورة سيكلة تموتي وتعرّب رجال عليك رح قايت لك وقلت له انا روح روح تعالي المرح شو رأي تزول يا خيجة بلادك بدا تشوّلنا وشة يعني مرح اذا بدك تتعرض له انا اللي بدي اشوّه لك وشة كفمي خليك ماسك اللي رحجي بالشرطة خلاص خلاص انا ماشي بسكران كما بسكران موعيان على حالها من بكرة الصبح يا جاكر رح روح اشتك عليك بالمخفر ولا شوف اذا بدك تتعرض لي مرة تانية يا الله روح مضب بيهتك روح بسك هاد باس بسك هيook الريق إخ بس نازم يعلم ان يخلصون باكم ما خلصوا ايه شو رح يقطع رأسي يعني يا هيك الشغل يا بلى مصل خير معلم؟ ها؟ طمني نزلوا فاضين معلم ايديهن عم تلق ممتاز معنات الشنطة صفية برخزني بتخبر الشباب يجهزوا حالون ويكونوا على الموعد بالدائية كل واحد بيعرف مهمته وانت بدي ياك الترائب على الملي وخصوصا عباس هذا جديد علينا وانا الزلمي اذا ما قعدت معه ونكدت كراه لأعرف معدنه ما بكون متطمين عباس عندي معلم ابو ضاي وعلى كيفك لا تعكلهم اه بتذكر الشباب لما يطلعوا ما يحملوا معه الهويات ولا وراء ولا اي سبوتيات معلم انا فهمتهم كل شي لا تقلق وينك ما بدنا اي غلط واذا بتحس باي شي مريب فورا بتعلملهم على الموبايل متل ممتفين وبتخبرني شو عما يصير اول باول لا تاكلهم معلم تربيتك طيب مع السلامي خفلي رجلك شوي تاخرنا على الحفلي بدنا نودي المصاري على المكتب بطرينا مرة تانية شكرا كتير معولي انت كنت متزوجة لهيك واحد كيف تحملتي اربعة شهور انا اسف بس انتو كانت صوتكم عالية وسمعت شوي من كلامكم انت موكت بالمحل ليش لحقتنا سمعت كيف كان عم يحكي معك خفتي ازيتي ام طلعت وراكم ايوه على كل ان انا صرت شايفتك اكتر من مرة هون بالمحل طبعا انا زبون دائم هون الزبوني بيشتري وبيمشي مو بيضلوا طوال الوقت عم بيطلع على البنات انا ما كتعم اطلع غير عليك انتو اين تبتسكر السوبر ماركت ساعة انتين بالليل وانا اليوم مناوبة بدك تضلي هون لساعة انتين؟ طيب على كلين هاي كارتي وفيه رقم الموبايل ورقم الفيلا انا اسمي فؤاد الازهري اذا احتجتي شي فانا بالخدمة اذا حل عني ما رح اهتر لاشي طيب بركي ما حل عنيك انا بعرف شاكري مني اذا اشتكيت عني تليفون ما عدي استرجيق افهم طيب على ذكر التليفون انا فيني اخد رقم موبايلي موبايلي لا بس رقم المحل تكرم عينك اتفضل ايه امري لا الله اتفضل لازم هذول الجداول يكونوا ببيتي قبل الساعة واحدة لانه الساعة واحدة وخمسة بنام لازم سافر بكر بكير ولازم يكونوا معي نوم ملا فيه ان شاء الله ان شاء الله اتفضل رقم المحل اتفضل لاك بسي